بعد ثلاثة أشهر من توليه الرئاسة الانتقالية للجزائر انتهت الأربعاء دستورياً ولاية عبدالقادر بن صالح دون انتخاب رئيس جديد للبلاد واستباقاً لهذا التوقيت اقترح الرئيس الانتقالي تشكيل هيئة حوار من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية ما يطرح أسئلة مشروعة عن من سيحكم البلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية وإمكانية أن تغير دعوة بن صالح المعطيات في الجزائر أسئلة تبدو الإجابة عليها غير دقيقة في ذل استمرار حالة الانسداد السياسي بين المعارضة والسلطة التي نصبت نفسها وصية على الدولة في ظل هذا الوضع الذي تصفه بالاستثنائي أي أن بن صالح سيبقى في الحكم بعد التاسع من تموز لكن خارج أي إطار دستوري وبالنسبة للمعارضة الجزائرية فإن الشكوك ستبقى حتى تجسيد مقترحات بن صالح فرغم وصف خطابه بالإيجابي لكنها تعيب عليه غياب آليات إطلاق ذلك الحوار فضلا عن مطالب لم ينجزها حتى الآن أهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين واستبعاد رموز النظام السابق والمشاركة في اختيار هيئة الشخصيات التي تدير الحوار في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر حيث أن التوافق عليها يمكن أن يفضي إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع لترسيم مخرجات الحوار وتنظيم انتخابات رئاسية في ستة أشهر أمام امتحان النيات هذا لن يكون بن صالح مرتاحا تماما حيث سيكون معنيا بمواجهة كتلة ثانية من المعارضة والحراك الشعبي تصر على رحيله وتعتبره بدءا من اليوم رئيسا غير شرعي رغم حصوله على فتوى من المحكمة الدستورية تتيح له البقاء في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية وتسليم العهدة الرئاسية بينما يرى مراقبون أن السلطة لا يمكنها أن تصمد طويلا وإذا استمرت في مواطلتها فإن جزائر يمكن أن تدخل مرحلة أكثر توترا ستقلب الطاولة على السلطة إذا لم تحدد مدة انتقالية لإجراء انتخابات رئاسية بأسرع وقت ممكن شكرا